مباراة سموحة طبعا الناد اللي قالي بعد اتعادله مع بيرمز ولو اخدناها كده سريعا في بيرمز التعادل يعني انا شايف انه كنا ممكن تبقى البداية احسن من كده بداية المباراة احنا كنا ممكن ناخد مباراة بيرمز من الشرط الاول لكن هو شوية حصل يعني موثماني في المباراة دي لعب ثلاثة ووسط ملعب لعب برامي وبدر بنون وطبعا كان عنده اكرم توفيف اليمين وعلي معلوف الشمال شوية انا ليه وجهة نظرك ليه لعب ثلاثة لانه لعب برامي وراء وبدر بنون شايف يعني طبعا دي اراء مختلفة يعني طبعا محترامي الرأي هو اللي بتولي المسؤولية لكن بدر ورامي غير بدر وايمن غير بدر وياسر ابراهيم في الحتة اللي في القلب كل ما تحط لعيب كورة ومعا حد دفاعيا قوي بتأمنك شوية ممكن ألعب مع فرق شوية اقل من براميز باتنين لعيبة كورة عادي من وراء مفيش مشكلة بس مع براميز مع زمالك في فرق عندها الخطوط الامامية بتاعتها فيها قوة شوية فلازم تبقى انت مؤمن نفسك فدي خلت شوية ان المسؤولية يبدأ يحط التلاتة حمدي فاتحي سولية وآليو ديانج في وسط الملعب لانه هو عارف ان الحتة اللي وراء شوية ما هيش اقوى حاجة جاءت على حساب مين جاءت على حساب واحد يعتبر هو كي بلاير بتاع الناد الالي دولات اللي هو قفشة لما هزابط ده الشروط التاني خلص الدنيا اتغيرت خلص اعتقد انه 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 بالاناليسيس طبعا هو معاي طبعا التيم بتاعه بتاع الاناليسيس آآ حيحلله الحتة دي بشكل مظبوط قوي انه احنا فيه ماتشات كتيرة جدا مش محتاجين تلاتة في نص الملعب ايه في سبيل ان انت تسيب مفتاح قدام زي افشة مع طاهر مع حسين مع كهربا العناصر اللي قدام محمد شريف يقدروا يخلصو لك المباراة ايه ودي يمكن اخرت شوية اخرتنا في مباراة بيرميز مباراة سموحة تدرك الحتة دي وكلنا شوفنا لعب اتنين بس وقعد وقفشة طبعا زبط الدنيا لعب في مكانه آآ ياسر ابراهيم بدأ ايمن اشرف لانه بدر كان مقوف فدي زبطت الدنيا طبعا النادي الاهلي فريق مميز وفريق عنده عناصر كبيرة جدا عنده عناصر مميزة في الخبرات بتاعتها وفي الجانب التكتيك والمهاري قدروا يستغلوا طبعا عدم تركيز سموحة هم ضغطين كان فيه ضغط كان فيه عايز اقول يعني محاولات هجومية من النادي الاهلي الى ان خمس دقايق مع النادي الاهلي طبعا لابد ان كل فرق الدولة تبع عارفة كويس انه حتى المدربين انا متأكد المدربين دايما نقوله الفرق اوعى تقامل للنادي الاهلي يعني يعني حتى لو انت خسران او متعاقق قصدي اسف لو كسبان او متعادل ما تقامنش لان النادي الاهلي ما بيستناش والغاية الصفارة الغاية النهاية بمعنى اصحا فالمباراة دي بصراحة النادي الاهلي عمل فيها مباراة كبيرة فيها مكاسب كبيرة جدا انا شايف من احد هذين مكاسب طبعا ان حسين الشحات احرز فدي برضو بتديله ثقة علي معلول رجع للأسستات الجميلة بتاعته كان بقاله فترة طبعا الاصابة ورجع دي حاجة من الحاجات يعني شوف الهدف التاني اللي جاء محمد شريف وجاي قطع له على القريبة عشان يحطه بطن رجله علي معلول دي حاجاته الحاجات اللي هو بيخش بيها بوا في الستة ارد وقافشة طبعا افشة بص بيعيش احلى فترات حياته مع النادي الاهلي بيطلع كورة بدون بيستمتع باللعب يعني انت بتشعر وهو بيلعب انه هو فيه استمتاع بالاداء محمد شريف بيأكد اهدافه وبيأكد انه هو راس حربه مميز عنده عنده حاجتين مهمين جدا اسلام واحنا كنا بنلعب سردباكات فكنا يعني عارفين الراس حربه للخطر عنده السرعة ودي حاجة من الحاجات اللي عايز اقول ايه يعني بتميز الراس حرب السرعة عنصر السرعة تبقى غلصة بالنسبة بالنسبة للمدافعين طبعا بالمدافع ليه لان المدافع لما بيلعب عليه مهاجم سريع لو وقف نص خط وغلط خلاص انت خلاص بيعت نفسك صح انما لما بيكون المهاجم مش سريع قوي حتى لو انت وقفت غلط بتقدر بالسبرينت تجيبه ورقم اتنين وبيع في جيب جون يعني بيعرف في جيب جون بيعرف تحرك القرى التحرك اللي عامله معالي معلول يعني شوف الدبل باس وراح نازل لعالي معلوله وجاله على القريبة قبل ما مدافع سموه هيستزحلق وراح هتطبطن رجله فدي طبعا اه مهارك وايسة جدا اه حيطة التحرك جوه التمنتاشر اه انما النادي الاهلي عمل بصراحة مباراة اه جميلة جدا مباراة فيها يعني يعني عاودة ثقة لجمهور النادي الاهلي وبيقول الجمهور احنا ماشيين في التراك بتاعنا الاهلي عنده مطشقات متأخرة بيلعبها بكسافة عالية جدا كل 3 ايام دينا شايفين لعب مع اسموحها بعد كده مقاولين بعد كده اه المقاق يعني المباراة ورا بعضها فدي طبعا هتخلي مسلماني انه يعني لابد انه يفكر في التدوير وإلا عايحة لانه يومين